أعلنت وزيرة وتضامن الاجتماعي مايا مرسي بدأ صرف الدعم النقدية تحت مظلة تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر لنحو أربعة ملايين وسبعمائة ألف أسرى بقيمة تبلغ ثلاثة مليارات ومئة وأربعين مليون جنيه وأكدت وزيرة وتضامن أن الوزارة نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لتحصل على مساعدات الدعم النقدي لتنهي بذلك قوائم الانتظار في البرنامج حيث سبق وأن تمت إضافة مئة وخمس وسبعين ألف أسرى جديدة من قوائم الانتظار للحصول على برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية